اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وصلت النهاردة لليوم الثاني على التوالي مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة اعلاميا باسم اتفاقية تيران وصنفير الجلسة ترأسها الدكتور علي عبدالعاد رئيس مجلس النواب في حضور أعضاء اللجنة التشريعية ونواب أعضاء اتلاف دعم مصر وتكتل 25-30 خلال الجلسة الصباحية للمناقشات تجددت المشادات بين نواب اتلاف دعم مصر المؤيد للاتفاقية ونواب 25-30 المعارض للاتفاقية اللي طالب باستدعاء خبراء للشهادة وده تسبب في تأجيل الجلسة الصباحية واستكمالها واحنا بنتكلم مع حضراتكم الآن